مشاهدين أهلا بكم إلى فقرة ضيف الغرفة تلجأ أمهات كثيرات وحتى أباء إلى إهداء أطفال من مختلف الأعمار أجهزة هواتف نقال وشاشات التلفزيون حتى ينعموا لإلهائهم حتى ينعموا ببعض الراحة والهدوء رغم خطورة ذلك أو رغم المخاطر التي يحدثها مثل هذا التصرف خاصة على دراسات حديثة كشفت أن الاستخدام المفرط للهاتف من طرف الأطفال يتسبب لهم في مشاكل التركيز ويمكن أن يتطور الأمر إلى طرابات اجتماعية في نقاش اليوم سنتطرق رفقة ذيفتي الأستاذة سمية تتراوي أخصائية نفسانية إلى ظاهرة إلهاء أطفال من مختلف الأعمار بالهواتف الذكية وشاشات التلفزيون وتحول هذه الأجهزة الإلكترونية إلى مرب جديد بالنسبة للأطفال تدعيات ذلك ونتحدث عن كيفية تحرير الطفل من عبوديات شاشات الهاتف النقال والتلفزيون أهلا بك أستاذة أسعد الله صباحكي وصباح مشاهدينا ومتابعيناك بكل خير إن شاء الله أستاذة سمية لاحظنا مؤخرا تزايد ظاهرة إلهاء الطفل بأجهزة الهواتف الذكية وحتى شاشات التلفزيون حتى ينعمل الأباء والأمهات ببعض الهدوء والراحة داخل المنزل يعني كيف يؤثر الهاتف الذكي على طفل؟ نعم أكيد هذه الظاهرة استفحلت في الآوينة الأخيرة مرورا بالضوضات النفسية لمرض بها الآباء والأمهات خصوصا الأمهات العاملات تزامنا للدخول إلى المنزل الفترة الصباحية أو المسائية فاعتمدت على هذا الشيء كأنه عامل إلهاء يعني عامل صرف انتباه أو تشتيت انتباه إلى أمور تسلية إلى ألعاب إلكترونية إلى فيديوهات لهذا بين الأمور التي لها تأثير جد سيء على نفسية الأبناء من ناحية السلوكية من ناحية اكتساب اللغة والوسائل التواصلية من جهة ومن جهة أخرى كذلك قصور في الذاكرة في الانتباه في المهارات العليا لينصيبوا مشاكل دراسية ونصيبوا كذلك مشاكل في الذاكرة والاسترجاع التي تسبب لنا مشاكل من ناحية التربوية وناحية الاكتساب التعليمي لهذا هذه الظاهرة لابد من الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام بها من كل النواحي سواء النفسية ولا سلوكية ولا تواصلية أو من الناحية كذلك الدراسية نعم أستاذة ما هي مخاطر مخاطر إعطاء الهاتف للطفل حتى نمتص غضبه أو نوقف بكاؤه نعم من ناحية التربوية تعد هذه عملية قصر سلوك أو تغيير سلوك أو تعديل سلوك بطريقة سلوكية خاطئة لهذا لابد للأباء ولابد للأمهات أن يدخلوا بطريقة صحية وبطريقة سلوكية فيها نوع من النضج فيها نوع من الحيطة والانتباه لأنه أضرار السلوكية سواء من ناحية العصبية الأبناء سواء من ناحية العناد سواء من ناحية العدوانية كذلك لأنه يتعلم سلوكيات مكتسبة وأنه ما يعطي لهش اهتمام ما يعطي لهش تواصل ما يعطي لهش قيمة لهذا الطفل أني نلهيك بشي على حساب شيء آخر على ساب راحتي على ساب أني نطيبول نكمل شغلي كل هذه الأمور هي أمور في الحقيقة تسبب مشاكل في التواصل مع الآباء وتأجيل مشاكل السلوكية وهي في العبارة المشاكل السلوكية عدم إشباه حاجات نفسية من جهة ومن جهة أخرى هي عدم القدرة إلى إقامة العلاقة وكما ذكرنا من قبل العلاقة هي حب العلاقة هي تربية والعلاقة هي تقبل وتواصل مع الأبناء أما المشاكل التي تؤجل هي مشاكل الصعوبات وقصور في الذاكرة وقصور في النواحي عديدة لينصبوها في المشاكل الدراسية سواء في الذاكرة في الاسترجاع في الانتباه أو حتى القدرة على إحنا هضرنا على جانب اللغوي تأخر اللغة عند الأبناء لهذا إحنا لن نحصر فقط المشاكل في كيف سلوكي وليدك عنده وقت لازم تشغله مدام أنت تاخد نفس ولا تريح على حساب هذا وإلهاء من جانب آخر لأنه مشي عملية تربوية سليمة لهذا لابد أنه الحيطة والحذر وننتبه إلى هذا الخطأ التربوي ولابد أنه يستدرك كذلك نعم وهو خطأ تربوي جاسيم ممكن يغفل عنه كثير من الأباء يقال أنه شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة لها تأثير خطير على الأطفال خصوصا أطفال المصابين بفرط الحركة وحتى لعندهم نقص الانتباه كيف تفسرين ذلك أستاذ سمية نعم أكيد هناك في المراحل التنشي الأولى للطفل هناك نوع من القصور من الناحية يسمى مصطلح قصور الإحالة قصور من الناحية الإداركية لماذا؟ لأن الطفل من صفر إلى سنتين وهناك دراسة أخرى تقول من صفر إلى ثلاث سنوات عنده مشاكل في الانتباه يعني ما يقدرش أي سلوك يقولك أنا أوليدي أو يتعلم من خلال الشاشة بالعكس لما قاموا بدراسات علمية وجدوا أن الطفل لما يتلقى عن طريق التجارب أنه هذه اللعبة نحرك يديها بهذه الطريقة في الشاشة لما يمدلوا اللعبة هو يصيب صعوبة في تطبيق شي شافوا على نفس اللعبة لهذا نعرف عملية التعلم من صفر إلى سنتين أو من صفر إلى ثلاث سنوات فيها قصور الحالة يعني مستحيل أنه شيء يتعلموا يطبقوا على أرض الواقع وهنا نعرف بالسن الثلاث سنوات الأولى من سن الطفولة هو سن النمو الطفل من ناحية العقلية مضاعف بتلت درجات يعني يكون في ذروة النمو العقلي لهذا أي مشاكل تكون تدخل الشاشة هنا ويش هيتدير تأخر في النمو العقلي حتى من ناحية اكتساب اللغة وتشتت الانتباه والتركيز وكل هذه القدرات لأنه يدله لازمة عقلية كأنه الطفل ما ينموش نمو طبيعي في ناحية الفيزيولوجية الوظيفية في المدركات الأولى لهذا الطفل لهذا طفل لهذا حبدا أنه هذه الشاشة نبتعد تماما من استعمالها من صفر إلى ثلاث سنوات أو إلى سنتين نعم كانت نصحتك أنه بعد الأطفال من شاشة الهواتف وكيف نخلص الطفل من عبوديات شاشة الهواتف النقالة وحتى التلفزيون نعم أكيد من الأمور التي ننصح بها يعني استعمال الألعاب الحركية الألعاب اللي فيها تفريغ النشاط الحركي اللي في العموم هي ألعاب كما كنا نشوفه النطع بالحبل كنا نشوفه ألعاب فيها ألعاب الكرسي المتحرك اللي كنا نلعبوها أيام زمان كانت ألعاب فيها ألعاب حركية واليوم فقط الأم أو الأبي يدخلوا ويكتبوا نشاط حركي يخرجوا لهم في اليوتيوب يخرجوا لهم عدة ألعاب فيها نشاطات حركية ألعاب الفك والتركيب كذلك هي من الألعاب الذكائية اللي تطور مع تطور سن الطفل يعني فك وتركيب آلات فك وتركيب ألعاب إلكترونية فك وتركيب أجهزة أو ألعاب دكية رهي مصممة وموجودة في المكتبات كذلك بين الألعاب هي ألعاب الغاز والبازل اللي فيها ألعاب تطوير لقدورات دهنية من تركيب نعم وألعاب كذلك من نوع موتيسوري وألعاب جيلين دومان اللي هما ألعاب الذكاء وتطوير القدورات العقلية للطفل لهذا ننصح حتى بنوادي القرآن الكريم ننصح بالصروب ننصح بالألعاب كذلك الفنية لفيها اكتساب مهارات العزف الأولية يعني في المهارات الموسيقية الأولى العزف على الآلات مهارات فنية الصلصال والطين وورشة الرسم لتطوير القدورات الفنية وتشغيل الطفل وإشغال مهاراته وكذلك عملية امتظام للوقت كذلك نعم ومتى يصبح الهاتف النقال ضرورة وكيف ننظم عملية استخدامه وحتى مراكبته عند الأطفال نعم نحن أنا أحب جدا مصطلح المرافقة النفسية أو المرافقة التربوية في مثل هذه الأمور لأنه من بين البرامج المنصح بها هناك برامج تربوية برامج الغرس القيامي المبكر برامج أنشطة الذكاء كلها هي برامج نوصي بها نحن حتى في العيادة النفسية الأطفال اللي عندهم مشاكل وصعوبات لهذا كيفية إدارة هذا الهاتف أو هذه الشاشة يعني وش الحصيلة اللي حيجنيها الإبن مما يتابعه لهذا لابد من عملية إرشاد الطفل في هذا الممارسة ومن جانب آخر الجانب الجد وهم جدا هنا هو أنه يكون عملية مرافقة وكذلك التواصل أني أشارك الطفل الأمور اللي أحبها ألعابه اهتماماته أنه حتى تكون أوقات لعب منظمة يكون عندنا قانون إرشاد في عملية التحصيل وشوي تعلم الطفل ومن جانب آخر هو المشاركة لهذا حتى في الأطفال في السن المبكر هكذا لابد أن نمد لهم أوقات لأنه الطفل من صفر إلى سنتين أو ثلاث سنوات ممنوع من عمبتا ثم من سنتين إلى ست سنوات عنده ساعة في اليوم ثم من ست سنوات إلى 12 سنة عنده ساعتين ونوزعها على مدار اليوم ومن 12 سنة فما فوق ثلاث ساعات يوميا لهذا نستعمل الهاتف ست ساعات يوميا فما فوق فنحن في عملية الإدمان لهذا لابد من إرشاد أنفسنا ثم تعليم أبنائنا هذه السلوكيات الصحية والسلوكيات التي فيها خلفية علمية إرشاد الوقت تنظيم الوقت وكذلك من ناحية الحصيلة وشوي تعلم الإبن التاعي وتطوير التواصل لم أعطي له التليفون الهاتف أنت تقعد تطالعي تقعد تهضري مع وليدك لا تخليش في عزلة تامة مع الشاشة يعني يكون تدخل ومتقطع في أوقات وفي توزيع أوقات طوال اليوم وفي هذه النقطة بالتحديد أشرت إلى نقطة أشرت إلى نقاط أساسية يجب مراعتها وهي التواصل هي كما قلت المرافقة والتواصل ومشاركة الطفل في كل هواياته هي نقاط أساسية يجب أن يستغلها الأباء للوقوف على كل ما يفعله الأبناء بمحاذاة أجهزة الهواتف النقالة وحتى التلفزيون بصفة عامة هذا الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون تحرم الطفل من تفاعله الاجتماعي ومن نماء وتطوره النمائي كيف تفاصلين ذلك أستاذا؟ نعم التطور النمائي للطفل خصوصا في السنوات الأولى لذكرناها من صفر إلى سنتين هو التطور عن طريق التعلم من خلال التواصل يعني المهارات التواصلية والمهارات التشاركية والمهارات الاجتماعية هي كلها مهارات يتعلمها الطفل في السنوات الأولى الأولى من عمره إذا كان البديل هنا هو الهاتف هنا سنصيبه قصور في التواصل وعدم القدرة على التواصل ونسمعه مؤخرا شكاوي الآباء وشكاوي الأمهات تعلو وتعلو جدا لسبب أنه عدم وجود القدرة على التفاعل والتواصل مع الأبناء وجود مشاكل سلوكية لأنه لما كان عنده صعوبة في تنظيم الوقت وتنظيم الأيام وتنظيم أوقات ما بعد العمل كان يستخدم وسيط وبديل هو الهاتف لما شغلوا بالهاتف بدل الأب والأم كوسائط تعليمية ووسائط طربوية بالهاتف وهو اللي داما عنده كل حالات الإشباع لهذا نصيبه حالات الاكتئاب النفسي عند الطفل في سن مبكر لأنه عدم إشباع الحاجات النفسية لهذا لما نعود نوله للواقع نقوله أنه لا نغير وسائطنا بأبنائنا بشاشات وإذا كانت شاشات فتكون وسيط للتعلم والتربية والتطوير القدرات كذلك نعم وهل من شروط لإعطاء الطفل الموبايل؟ نعم ذكرناها سابقا أوقات وسنوات كيف يتم فيها التوزيع والشروط المهمة جدا هو في فن إدارة الوقت كيف أقسم هذه الساعة على طوال اليوم كيف أعطي التلميذ المتمدرس الخيار في وضع برنامج مراجعة وخلال برنامج المراجعة يكون فترات للراحة باستعمال الشاشة حتى في المراجعة يكون عندنا وصائط تعليمية مثل الاختبارات والحوالات أو حتى الشروح لبعض الدروس فيها فائدة عامة يعني للأباء والأبناء حتى كواسيط تربوي كذلك أنه لا تتعدى الساعات الساعات المنصوح ربما هنا نعود إلى كم ساعة يسمح للطفل باستخدام الهاتف الذكي وكيف نضبط هذا الأمر؟ نعم نضبطه من خلال برنامج من خلال التزام بهذا البرنامج من خلال التواصل والتفاهم مع الطفل في الاستعمال من خلال أنه يكون عملية إرشاد نفسي وصحي لكيفية تقسيم الأوقات كما ذكرنا من صفر إلى سنتين لا يوجد استعمال بتاتا من سنتين إلى ست سنوات ساعة فقط يوميا ويتم تقسيمها من ست سنوات إلى إثنى عشر سنة ساعتين ثم عشر سنة إلى فما فوق سيكون تلت ساعات لهذا لما أنا أطبط الوقت ويكون بالتزام ويكون عملية يعني ما نيش حرمان مطلق ويعطي له عملية اتخاذ القرار كذلك أنك أنت حر ضع برنامج لوقتك يأتي أباء يقول لك أو استهلك كل الكمية خلال سبع استهلكها في يوم ويقولوا يعني أنت التزم بهذا البنامج أنت ما تمدلوش خلاص عندك معدل سبع ساعات وسبوعيا استهلكتها تنتفرغوا النشاطات أخرى ونشاطات بديلة لهذا دائما عملية التنظيم وعملية المسايرة والمرافقة تكون هي حكيمة ويكون فيها رضا للأباء والأبناء معا إن شاء الله نعم وهل من بدائل لشغل وقت طفل عن ألعاب الموبايل وحتى شاشات تلفزيون يعني جل وسائط التواصل بسفحة ما نعم أكيد البديل الأول هو صناعة القدوة البديل الأول هو الأب والأم هما التربية بالقدوة وهذا أهم شيء التربية كذلك بالحب لأنه لما أنا ينكون القدوة التاع ويعجب بي حيدير الشي اللي شافني نديره يعني هنا عملية صناعة القدوة والنموذج الطربوي أو الموذي لينج اللي هو وشارك يديره ويعود مورك يعني مقلد يقلدك أنت ويكون عملية المحاكاة من جهة من جهة أخرى كذلك أن هناك نوادي للقرآن هناك نوادي للصوربان الصحفي الصغير هناك كذلك نوادي جد ورائعة لتطوير القدرات والاهتمامات المشتركة لأن نشوف الإبن تاعي هذه القدرات ونشجعه والذكاءات السبعة هي ذكاءات لغوية وحركية ونفسية لتجاوز صعوبات التواصل تأخر اللغة تجاوز مشاكل نقص ثقة في النفس المواجهة كلها مهارات يعني متواجدة اليوم وبوفرة ولا بد أن الأب والأم يكون فقط في مرحلة واعية وإدارة لكل هذه الأمور لتجاوز أي صعوبات وأي ممارسات غير الصحية تضر من ناحية الفكرية والسلوكية والتواصلية بالنسبة للأبناء للأبناء كنا تحدثنا عن البدائل بدائل لشغل وقت الطفل يعني أستاذة سمية بما أنك خصائية نفسية كيف نقنع هذا الطفل ببدائل صحية عن هذه الأجهزة ذكية نعم أكيد لابد أنه يكون فهم لما يكون فهم أنه الطفل عنده حاجة حاجة نفسية يعني يحوس على الإشباع والإشباع والإدمان هو انتهاك كأنه ينتهك الشيء بشراها يعني لأنه ما عندهوش توازن نفسي توازن سلوكي توازن تواصلي يكون تفريغ مباشر إلى هذه الشاشات كأنه وسيلة بداية هنا نفهمه بالليه مفهوم الرضا النفسي أشمل وأكتر اتزان من مفهوم الرضا الإشباع يعني إشباع آني غير يدور عليه الوقت ولا يجوز عليه الحالة نصيبه في حالة توطر حالة قلق مشاكل وإطرابات النوم مشاكل في السمنة لأن الطفل لا يتحرك مشاكل وقصور في الذاكرة لأنه المهارات تعوي يستغلها ويوظفها في أمور أخرى مشاكل وإطرابات النوم لأنه الطفل الساعة البيولوجية تعوي ما رهيش قادرات تستوعب أنه الإضاءة والشاشات تعطي موجات كهروميغناضيسية لتأثر على خلايا الدماغ لديرنا دبدبات في منطقة يعني الجهاز النفسي المربوط بالنوم ساعة البيولوجية لهذا كل هذه المؤشيرات هي مؤشيرات غير صحية لتصحيح مصارت وتصحيح عادت ومن أجل تفعيل كذلك قدرات وإن شاء الله دائما فهم الحاجات النفسية وإحداث بدائل بتوافق يعني نحن يوش نقوله هنا يدخل حاجة يعيطولها يعني نحن ندوها أن العقود الأسارية عقد أساري بيني وبين أبنائي نتفهمه في إطار اتفاقية أنا نمد لك ونت تتحاول بالتدريج السحب التدريجي لهذا الأمور في أوقات العطلات تكون عندنا اتفاقية في أوقات الدراسة والامتحانات كذلك وكله مبني على تواصل فعال وتواصل إيجابي بيننا وبين الأباء والأمهات إن شاء الله نحن أستاذ سمية كنا شفنا هذه ظاهرة ظاهرة إلهاء الطفل من طرف الأباء والأمهات حتى ينعموا بقليل من الوقت أو الهدوء والراحة هذه ظاهرة تزايدت مؤخرا بشكل كبير ما هي الرسالة التي تواجهينها للأمهات وحتى الأباء نعم أكيد هذه ظاهرة أسميها ظاهرة الضغوط النفسية وفن إدارة الضغوط النفسية هي فن إدارة المشاعر وأبناءنا ليسوا قنوات لتفريغ هذه المشاعر السلبية لهذا لابد أن ندرك نحن كأباء كأمهات كمربين ندرك لابد لوضعية الوعي النفسي هكذا والوعي الذاتي وإدارة المشاعر هو أن أبنائك هم الفرصة الثانية التاعك للتغيير يعني إذا أردت أن تغير فستبدأ من نفسك لصناعات التغيير لابنك سيكون مقتدي نفسيا وسلوكيا ونفسيا متزينة ما قدرتش وحدك لما جاءت الفرصة الثانية باع ابنك يلا نحاول معنا إن شاء الله نعم شكرا لك يا أستاذة سمية على كل هذه النصائح التي قدمتها لأولياء اللي راح تساعد الأطفال وتساعد الأولياء في تربية أطفالهم مشاهدين إلى هنا ينتهي موعد بكم في فقرة ضيف الغرفة نلتقي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر